اشتركوا في القناة يضغط على لايك اللي بده على ديسلايك على ديسلايك اللي عنده سؤال يكتبنا اياه في صندوق في التعليقات تحت وان شاء الله رح نجاوب عليه خصوصا الاسئلة اللي بتكون مهمة اللي لها علاقة بامور تحركات فلكية او عمليات جراحية او امور يعني ضرورية جدا طبعا بالنسبة للي بسأل عن طالعو او بديعرف طالعو في صندوق الوصف روابط بتدل لك كيف تستخرج طالعك موقع لاستخراج الطالع وتحديد منازلك وكل اشي حتى شرح البيوت اللي احنا منحكي عنها موجودة في صندوق الوصف طبعا اليوم القمر موجود في منزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 22 و 32 دقيقة من صباح يوم الاحد و 21 اثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء جديد طبعا القمر اليوم كمان موجود في منزلة في برج الجوزاء حتى ما بعد منتصف الليل وبعديها بيصير في فترة خلو المسار طبعا منتصف الليل مش ليلة بث الحلقة هي ليلة الأحد على الاثنين طبعا بما أن القمر رح يكون موجود بالجوزاء فهي الفترة بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي طبعا أول حدث رح يكون اليوم هو بعد منتصف هذه الليلة اللي هي ليلة السبت على الأحد اللي هي من بعد بث الحلقة أول ساعات منتصف الليل هي عندنا انتهاء تراجع كوكب عطارد رح ينتهي تراجعه في برج الدلو في تمام الساعة 12 و 52 دقيقة بعد منتصف الليل حيث أن كوكب عطارد رح يمكث في حركة أمامية في برج الدلو حتى ساعات مساء يوم 15 ثلاثة لينتقل عطارد بعدها لبرج الحوت كل حركة أمامية طبعا الفترة الماضية عطارد تراجع مدة ثلاث أسابيع كان سلبي جدا رغم ذلك رح نشعر بالتأثيرات السلبية يعني أنه رح ينهي التراجع ولكن تأثيره السلبي رح يستمر معنا حتى بعد حركة الأمامية خمس أيام تقريبا طبعا أثناء تراجعه شعرنا بالتشتت الذهني وتعطلت أجهزة كهربائية وميكانيكية تعطلت سيارات أو كهربت سيارات صار فيه ازدحمات كثرة الحوادث بالفترة هاي كمان حتى الأوراق المالية والعملات ما كان فيه استقرار بالأسعار كانت تطلع وتنزل بشكل مفاجئ حاليا وتدريجيا من هون لخمس أيام تبدأ هاي كل هالأمور تتخذ منحنة إيجابي أكثر المستفيدين هم أولا موليد برج الدلو لأن التراجع كان مؤخرا عندهم في برجهم فالفترة هاي بشعروا بقوة الفكر والإدراك الجيد وبينجحوا في مجالات الدراسة والسفر والاتصالات وبيظل عطارد في حركة أمامية في برج الدلو زي ما حكينا حتى اللي هو تاريخ خمسة عشر ثلاثة لينتقل بعدها لبرج الحود أما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا زاويتين فلكيات وبعدين عنا خلو مصر أول زاوية فلكية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وتسعة دقائق صباحا تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تتليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الظهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وثمانية وتلاثين دقيقة مساء 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 الله يعينك على العنك معناته اليوم طبعا بما أنه على الساعة ستة وثمانية وتلاثين دقيقة مساء فزاوية إيجابية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ في تمام الساعة ستة وثمانية وتلاثين دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام اليوم التالي أي حتى صباح يوم الاثنين اثنين وعشرين اثنين في تمام الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا وهذا يعني أنه الفترة المذكورة من الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء لغاية ساعة الفجر اللي هي لغاية ساعة الصباح اللي هي ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لعمر القمر القمر الآن نمو الأحدب 10 أيام في تمام ساعة 59 دقيقة صباحا فيصبح 11 يوم نسبة الإضاءة بتصير 70% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 20 ثلاثة مزاجها سعيد بنسبة 70% القمر في الجوزاء حتى يوم 22 ثلاثة سعيد بنسبة 45% عطارد في الدلو حتى يوم 15 ثلاثة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 25 ثلاثة اليوم سعيدة حتى ساعات الظهر بنسبة 30% بعد ساعات الظهر بتصير منتحسة بنسبة 10% المريخ في الثور حتى يوم 4 ثلاثة سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 ثمانية سعيد بنسبة 15% أما نبتم في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر بما أنه موجود في البيت الثالث اليوم النشاط برضو قوي عندكو حيوية عالية جدا ملفتين للنظر حتى للجنس الآخر بتكونوا ملفتين حيويتكو عالية عندكو رغبة بالحركة والنشاط والخروج أو تغيير الجو وبرضو في نفس اللحظة الفكر عندكو يقض ونشيد جدا بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء هنا بتركز على الأمور المالية الفترة هاي بتحمل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم الأجواء جيدة جدا وبتدعمكم ففي فرص للأمور المالية وخصوصا من عمل إضافي أورانوس ممكن يحدث بعض الفروق خصوصا لموليد العشرية الأولى وبجبلهم مصاريف بشكل مفاجئ العشرية الثالثة بندفعوا بصرف فلوسهم بدون تفكير أما بالنسبة للبيت الثالث بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت ما زال فيها نوع من أنواع الارتباك اليوم ممكن تتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالعائلة أو تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو ممكن بعض الاهتمامات العائلية أو المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فممكن اليوم تعززوا علاقتكم مع الأحبة أو تتقربوا ما بينك وبينهم أو يصير فيه نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو الاهتمام بمسألة بتتعلق في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل بشوف أنه عندكو كثير من الأعمال حابين تنجزوها اليوم أو تهتموا فيها وممكن يبادر أحد الزملاء بمساعدتكم في عمل ما أو أنه ممكن تهتموا ببعض الشؤون الصحية بالنسبة للبيت السابع الأجواء هنا بتضغط عليكم طبعا بنوع من أنواع ضغط السلبي لأنه الطاقة ضعيفة شوي فممكن يصير فيه سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حوار ما بينكم وبين أحبائكم مش الكل طبعا ولكن أنه الأجواء بحاجة لضبط الأعصاب ما تصعد الأمور بينكم وبين الشركة وخصوصا بينكم وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمكم على مستوى الأموال المشتركة ولكن لا تبالغوا بمصاريفكم ممكن صحتكم أو صحة أحد الأحبة تكون شوي بحاجة للرعاية وفي منكم رح يهتم ببعض المصاريف إلها علاقة إما بالمصاريف الاستشفائية أو بترتيب وضع مالي معين بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى السفر والأفكار بالسفر أو التنقلات وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتنقلات أو بالامتحانات بالمناقشات الأجواء جيدة وبتدعمكم على جميع ما ذكرنا حتى على مستوى القضايا القضائية أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا الأجواء طبعا نحكي إحنا جيدة على مستوى بيت السمعة ولكن ما تعند برأيك وما تحاول تدخل بخلافات ونقاشات بينك وبين رؤسائك بالعمل فالأجواء بتكون هيك على خير وسلام أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية فاليوم رح تنشط ببعض الاتصالات أو التواصل الاجتماعي وممكن الاهتمام بصحة أحد الأشخاص أو الأصدقاء أو أمر معين بتبادر بالمساعدة فيه أو الاهتمام فيه ممكن بعضك يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعده بلقاء الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء اليوم شوي متقلبة ابعد عن الشك ابعد عن تقلب المزاج ابعد عن الوسواس قدر الإمكان يعني أضبط صحتك بشكل جيد وفي نفس اللحظة حاول أنك تهتم بغذائك ورحتك برج الثور طبعا اليوم الأجواء أحسن من الأيام الماضية يعني تقريبا نقدر نحكي أنه النفسية أحسن اليوم مشحون بطاقة أنت صحيح أنه ممكن تصير بعض الأمور المفاجئة اللي تقلب المزاج عندك أو توترك إلا أنه الأجواء أفضل من سابقتها بالنسبة للبيت الثاني بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم إيش أنكوا تتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف أو تصليحات أو استحقاقات مالية اتجنب نزوات التسوق حاذر من تهديد الاستقرار المالي بعض التقلبات ممكن تنشغل بمسائل مالية متنوعة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا شوي بتحد من حركتك ما عندك الرغب الكبير للتحرك أو للاتصالات ممكن تضوج من أي عمل أو أي فكرة أو أي موضوع ممكن يوترك ممكن تسمع أخبار تخليك تتعصب أو يعني تنرفزك حاول تضبط أعصاب قدر الإمكان ما في داعي للحدية ولا الاندفاع ولا التهور انتبه أثناء تنقلاتك وانتبه أثناء تقديمك للامتحانات أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء على مستوى البيت تقريبا مستقرة وهي بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة وبرضو بتساعدك بشكل كبير على التواصل الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تهتم ببعض المشتريات أو المستلزمات البيتية الأجواء جيدة وواعدة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء حدي على مستوى علاقتك بالحبيب فممكن تسمع بعض الأخبار أو بعض الأمور اللي بتتعلق بالأحبة شوية توترك أو تعصبك أو تذكر بعض المواقف شوية تخليك حدي الطبع اضبط أعصابك قدر الإمكان خلي الأمور تمشي بسلمية يعني يوم وبعدين الأجواء بتصير أفضل وأقوى أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بشكل جيد وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأمور صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة ولكن إجمالا الأجواء جيدة على مستوى العمل وفيها مرابح جيدة وممكن أو مكاسب وفيه اهتمامات صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور ضاغطة على مستوى العلاقة ما بينك وبين الشريك أي ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أو ما بينك وبين شركاء المال فحاولوا قدر الإمكان ضبط العصاب ما في داعي للإنفعلات ولا للتهور أو أنه تكون حد الطبع أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتدعمك بشكل قوي على مستوى الأموال المشتركة فاليوم في فرص لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو حتى بتيجي من خلال شراكة مالية أو استشارات مثلا أو أمور إلها علاقة ببعض المسائل البنكية أو المعاملات أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأجواء هنا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة يعني بالامتحانات الجامعية أو بالمناقشات بالنسبة للبيت العاشر الأجواء تقريبا أحسن على مستوى بيت السمعة الأجواء دعميتك بشكل قوي وفي نفس اللحظة بتعزز علاقتك ما بينك وبين أشخاص مسؤولين وممكن تطورها على مستوى عمل أو تقديم لوظائف أو لعمل جديد أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية ممكن تنزعج من تصرف أحد الأصدقاء أو فضول بعض الناس اللي بيحاولوا أنهم يتلصصوا عليك أو يتدخلوا في شؤونك فهذا الإشي ممكن يستفزك ولكن إلك الغلبي وبتقدر تسيطر على الموضوع أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي جيدة ما في أي مخاطر أو خوف عليك بالعكس على المستوى الصحي الأجواء جيدة وبرضو على مستوى العمل وإنجازاتك لأعمالك برضو ممتازة جدا طبعا أنتم قادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ بتواجه الواقع بمنطق وعزيمة وبتتلقى جواب في هذه الفترة وبتتوضح لك الأمور بانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية ما زالت ضاغطة يعني بتراكم عليك بعض المصريف أو المتطلبات المالية أو ممكن تنزعج من وضع مالي معين الظروف ضاغطة ممكن يكون فيها مطالبات مالية أو ممكن تتعرض لفقدان بعض الأموال أو لبعض المحتالين انتبه على أموالك من السرقة أو الضيع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء نشطة على مستوى الاتصالات والحوارات عندك سرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع وإذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم رح تنشط بشكل جيد وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالهواتف أو الكمبيوترات أو موضوع إلو علاقة بالسيارات وبرضو فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا فيه نوع من أنواع الضغوط أو شيء بضغطك أو سلبية معينة ممكن أنها تأثر عليك بشكل كبير ممكن شوي تشعر ببعض الارتباك من مسألة معينة أو تجد أن أعمالك ما بتصير بالشكل اللي أنت بدك فيه خلاف معين أو نقاش أو حوار حاد على مستوى البيت حاول أنك تأدي التزاماتك بالكامل وما تتقاعس بالواجبات العائلية بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة على المستوى العاطفي فهاي بتعزز من علاقتكم بالأحبة بشكل كبير أو ما بينك وبين أحد الأبناء وممكن اليوم تحاول أنك تعمل خروجة أو تغيير جو أو تر فيها عن نفس أهم شيء أنك ما تبالغ بملذاتك بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتسبب نوع من أنواع الارتباك تتراكم عندك بعض الأعمال ما بتقدر تنجزها بالكامل ممكن أكثر من عمل في آن واحد وممكن أنت يكون عندك عدم الرغبة لإنجاز بعض الأعمال زي خمول مثلا وحب تدير الأمور بشكل روتيني الأمر الصحي لسه ما زال بحاجة لبعض المتابعة فما تهمل صحتك بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وهاي برضو بتعزز أشياء إلها علاقة بتوطيد العلاقة ما بينك وبين الشريك خصوصا التقارب الجيد ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أو حتى أمور إلها علاقة بالزواج أو أخبار تتعلق بالزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فهو ممكن اليوم تحقق بعض المكاسب أو دعم أو ممكن مساعدة من الشريك اللي هو الزوج أو الزوجة بدعمك أو عمل مشترك رح يكون لإنجاز بعض المهام أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على الاتصالات البعيدة والسفر والحوارات والامتحانات والأوراق القانونية أو القضائية الأجواء تقريبا كلها إيجابية وبتدعمك بقوة حاول أنك برضو ما تعتمد على الحضوض كثيرة يعني حاول أنك أنت تتعب على نفسك شوي على أساس أنه تحقق إنجاز أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بشكل قوي فممكن برضو تحقق بعض الإنجازات الرائعة خلال هذا اليوم أو بعض الاهتمامات الجيدة ما بينك وبين رؤسك بالعمل أو زملائك في العمل أو تقديم طلبات توظيف بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على مستوى العلاقات الاجتماعية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء اليوم أو دعم صديق معين لإلك في مسألة معينة بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الأجواء أحسن من الأيام الماضية حتى على المستوى الصحي صحيح أنه في العشرية الأولى ممكن يتعرضوا لبعض التعب الجسدي اللي بيجي على شكل توترات أو إيشي له علاقة بالشد العضل أو الأعصاب أهم شي إنكو تحاولوا ما يكون عندكو سترس حاول إنك ترخي أعصابك وحاول في نفس اللحظة إنك تهتم بصحتك براحتك بغذائك بشكل جيد برج السرطان طبعا الطاقة مش تمام اليوم ما زالت الأجواء ضاغط عليك لأنه القمر موجود في بيت المتاعب أنت بحاجة إلى يوم بعدين الأجواء بتصير جيدة حاول تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعال وما تتوهم ولا تتوسوس من بعض الأمور بالنسبة للبيت الثاني الأجواء جيدة على المستوى أو رائع على المستوى المالي ممكن إنه شوي تكون هادية ممكن تحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية أو تبحث عن دعم معين الأجواء جيدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بأمور البيت أو بأمور الإخوة تحديدا ممكن تهتم بدراسة أو تنقلات ولكن انت بهتنا قيادتك للسيارة من الأعطال أو الحوادث أو ممكن شوي هيك إذا كان عندك امتحان ترتبك فبدك شوي تركيز يعني تركيزك شوي مشتت اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو ترتيب وضع بيتي معين أو ممكن مشتريات أو أشياء إلها علاقة بمناسبة بتتعلق بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي إنها مش إيجابية كثير ولا سلبية يعني تقريبا الأجواء المستقرة بتعمل تقارب بشكل جيد ما بينك وبين الأحبة وممكن تهتم بأحد الأبناء ولكن دير بالك من خلاف أو نقاش شوي يستفزك أو سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على العمل فاليوم ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يساعدك بعض الأصدقاء في إنجاز بعض الأعمال وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية بالنسبة للبيت السابع الأجواء تقريبا هادية على مستوى بيت الشراكي بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشريك وممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالزوج أو الزوجة خلال هذا اليوم أو بعمل مشترك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء أحسن على مستوى أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة فاللي حابب يقدم للقرض أو مساعدة أو دعم أو ترتيب أمور مالية فاليوم هذا يوم مناسب لهذه الأمور بس أهم شيء إذا بدك توقع على أوراق أو معاملات بدك تدرسها بشكل جيد وتستشير أهل الإختصاص أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي يعلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة الأجواء جيدة ودعملة إليك بقوة وممكن تهتم ببعض الأشخاص خارج البلاد أو بعض المسائل كاتصالات أو حوارات أو امتحنات جامعية بالنسبة للبيت العاشر الأجواء تقريبا روتينية فأهم شيء أنك ما تشوه سمعتك وما تجازف وما تغامر وما تدخل بأي خلاف ما بينك وبين رؤساك بالعمل بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء موليد العشرية الأولى ممكن يتفاجأ بخبر بتعلق بأحد الأصدقاء فينصد منه موليد العشرية الثالثة ممكن يحتدوا أثناء تعاملهم مع أحد الأصدقاء ويصير خلاف ما بينهم أما بالنسبة لبيت المتاعف فالقمر بما أنه موجود فيه فبنال التعب منكم لليوم الثاني على التوالي ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعد عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعلات خذ قسط من الراحة بإذ ممكن يعني في الفترة هاي تعيش لحظات صعبة حاذر من الفشل أو الالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد طبعا اليوم الأجواء إيجابية دعملها إليك بشكل كبير وبرضو بكرر نفس كلام يوم الأمس حاولوا أنك تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة يبل ما ينتقل القمر ويصير في بيت المتاعب هذا آخر يوم وبعدين القمر بيصير في بيت المتاعب فحاولوا تستغلوه بشكل إيجابي اليوم أنتم مشحونين بطاقة وعنكم قدرة على إنجاز كثير من الأمور بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء هنا بتركز على بعض المسائل المالية في ضغوط أو مطالبات أو ضغط مالي أو ممكن استحقاقات أو مشتريات المهم أنه في شيء لعلاقة بالوضع المالي بيضغطك بشكل كبير فحاول أنك ترتبه بشكل جيد وتبعد عن المصاريف لزيادة بالنسبة للبيت الثالث الأجواء هنا بتركز على أمور الامتحانات والمناقشات والاتصالات والتنقلات الأجواء إيجابية بشكل كبير واليوم ممكن يكون لك تعامل مع أحد الإخوة في مسألة ما وممكن تنشط بكثير من التحركات اليوم لحل بعض الأمور العالقة بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الرابع والبيت العائلة تقريبا الأجواء ضغطة بتوترك في عندك بعض الاهتمامات أو الواجبات البيتية اللي بتحاول أنك تنجزها وممكن أمور عائلية شوية تكون مربكة أو مقلقة لا إلك بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية جيدة جداً وبتدعمك بقوة اليوم ممكن تفكر في نزوي أو خروجي أو تغيير جو أو لقاء الأحبة أو الاهتمام بأحد الأبناء الأجواء عندك رائعة جداً على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور العلاقة بالعمل فمنجد أنه شوي في ضغط على بعض المسائل أو تتراكم عندك بعض الأعمال ممكن تشعر بإجهاد معين يعني شوي شوي بدك تركز بشكل جيد على هاي الأمور وبرضو بدك تهتم بالأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على أمور الاتصالات على الأمور اللي إلها علاقة بالشركاء أكثر أو التواصل مع الشركاء ممكن اليوم تندمج بعلاقة مع الشريك أو تهتم فيه بشكل إيجابي أهم شيء أنك أنت تركز بشكل قوي بدون خلافات وبدون نقاشات حدي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض القضايا المالية المشتركة أو ترتيب أمور مالية معينة ممكن تهتم بأحد الأشخاص اللي يدعمك ماليا أو بقرض معين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أو المناقشات الجامعية أو التجارية اللي عنده أوراق قانونية أو معاملات أو أمور إلها علاقة بالمحاكم تقريبا الأجواء فيها إيجابية لإلكم ولكن أنا بنصح أنه ما تعتمدوا كثير على الحضوض يعني حاولوا تكونوا مستعدين أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو أنه تستاء من بعض الأمور ممكن من صفة إدارية يعني كمسؤول عنك أو مدير عنك أو زملائك في مكان العمل الأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة برضو من قلك ما تجازف وما تغامر وما تحاول أنك تشوه سمعتك خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بتنشطوه اجتماعيا بتلتقو الأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم ممكن أنك ما تقدر تنجز كل أعمالك بشكل كامل بدون مواسطة أو تدخل أحدهم بشؤونك ممكن برضو بدك تستشير أهل الإختصاص تطمئن بعض المخاوف عندك ممكن تفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم إش أنك ما تستسلم بل تفائل بالخير أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة فحاول تراقب صحتك بشكل جيد وحاول تراقب غذائك وراحتك بشكل جيد الأجواء ضاغطة ممكن أنه شوي تكون أنت بحاجة للطاقة أو بحاجة لبعض الرعاية برج العذرة طبعا الأجواء ما زالت مش بالشكل القوي الكثير هي متقلبة عندك شوي ممكن شوي فيها ارتباك أو فيها تقلبات حاول أنك تضبط عصابك وتفكيرك بشكل جيد ما تندفع وما تتهور وما تترك الوسواس يسيطر عليك بشكل كبير بالنسبة للبيت الثاني إلى أجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالاتصالات خصوصا للأمور المالية ممكن تتواصل مع بعض الأشخاص أو الطالب ببعض الحقوق لا إلك فيه منك ورح يحقق بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم ما أهم شيء التقليل من المصاريف أو التقليل من أي أزمة ممكن تحدث على المستوى المالي بالنسبة للبيت الثالث طبعا هنا بتركز المسائل على النقاشات والحوارات أنت أولا بدك تضبط عصابك لازم تكون واضح لازم توضح وجهة نظرك بشكل سليم أو إيجابي ما تحاول تندفع ما تحاول تنتقد ما تحاول أنك تكون لجوج كثير بالكلام حاول تختصر وبين كلامك واضحه لأنه سهل جدا يصير أي التباس تمفهم بشكل غلط وهذا الإشي ممكن يأثر عليك بشكل سلبي خلال هذا اليوم انتبه أثناء قيادتك للسيارة أثناء اتصالاتك ممكن يكون في بعض الأعطال إما بأمور الاتصالات يعني زي هواتف كوميوترات أو أمور العلاقة بالسيارات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي فيها إيجابية أو هدوء الفترة هاي مطمئن شوي ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية بشكل كبير أو تحاول أنك ترتبها أهم شيء أنك تبعد عن الخلافات بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن اليوم ممكن يصير خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب بسبب تصرف ما أو كلمة ما فحاول تضبط أعصابك حاول أنك برضو ما تكبر الخلاف ابعد عن الشك أو الشكوك وحاول ما تفرض سلطتك على الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة في منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية لكن أنا شايف أنه موليد العشرية الأولى أكثر ناس بدهم ينتبهوا ممكن تصير عندهم بعض العطال ما يقدروا ينجزوا أعمالهم بالكامل بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة اليوم الأجواء إيجابية إلا أنه موليد نهاية العشرية الثانية بدهم يديروا بالهم من سوء تفاهم أو من وسواس أو قلق أو شك أو غيره أو أمور مثل هيك إلها علاقة بالشريك فهاي الأمور إذا تفاقمت اعرف أنه رح يصير في خلاف بينكم فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب وفي نفس اللحظة حسن أنه مطلوب لا تتهم بدون بيّنه أما بالنسبة للبيت الثامن فبتركز الأجواء هنا على الأموال المشتركة الأجواء تقريبا إيجابية ممكن تحقق بعض المكاسب بشكل كبير وفي منك رح يهتم ببعض الدعم أو بعض المساعدات اللي إلها علاقة بالأمور المالية في منك رح يسعى لتخليص أو ترتيب أوضاع مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا شوية بتسبب نوع من أنواع الإرباك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد موليد العشرية الأولى ممكن شوي يصير شيء مفاجئ أو خبر مفاجئ أو التباس مفاجئ أو اتصال مفاجئي واترك فحاول قدر الإمكان تضبط أعصابك طبعا في منك رح يصير عنده اتصال ولكن إيجابي ولكن الغالب رح يكون في سلبية أما بالنسبة للموليد العشرية الثالثة إذا كان عنده ممتحان أو مقابلة أو مناقشة ما يندفعوا وما يتهوروا وكل موليد برج العذراء بدهم ينتبهوا أثناء قيادتهم للسيارة أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر مازال موجود في البيت العاشر فبتكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر من المسئولية ما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم دع خجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراءة واتجنب الكلام القارص أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا تقريبا نقدر نحكي يعني تقريبا ممكن تنشط ببعض العلاقات الاجتماعية ولكن سوء التفاهم وارد ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو تنزعج من تصرف أحد الأصدقاء أو فضول أحد الأصدقاء اللي بحاول يدخل في شؤونك حاول أنك تضبط أعصابك شوي ورتب الأمور بشكل جيد ممكن تنشط اجتماعيا ولكن بدك تكون حذر بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء جيدة ما في أي مشاكل على المستوى الصحي على المستوى النفسي على المستوى العملي وممكن تنجز أعمالك بشكل جيد ولكن برضو ما تهمل صحتك أو على حساب صحتك برج الميزان برج الميزان طبعا الأجواء جيدة جدا ودعملة إلك بقوة بحركة أو نشاط أو حيوية بطاقة كبيرة الأجواء فيها إيجابية بشكل كبير حاول تستغلها اليوم أنت نفسيتك أحسن من الأيام الماضية وعندك رغب لإنجاز كثير من الأمور يعني تقريبا بتخف الأباء عليك بشكل واضح أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا هي مساء للأمور المالية ممكن شوي اللي بدها حذر لأنه ممكن التباس أو التراكم أموال أو ضغط مالي معين عليك أو مطالبات يعني حاول أنك ترتب أمورك المالية وابتعد عن المصاريف لزيادة وحاول أنك تنتبه لأموالك من الصرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا جيدة على مستوى الامتحانات التنقلات الاتصالات النقاشات الحوارات المقابلات التسويق كلها أمور جيدة ودعمة لإلك حتى علاقتك مع الإخوة مرضو بتكون ممتازة أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء ضغطة على مستوى البيت والعقار والعائلة فممكن يكون فيه توتر أو خلاف أو نقاش أو حوار حاد جدا ممكن تنزعج من بعض التصرفات موليد العشرية الثالثة يعني أقل ضغط عليهم الأجواء جيدة بالعكس ممكن تحمل لهم أفراح منزلية أو خبر سار بتعلق بأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على مستوى الأمور العاطفية جيدة إلا أنه زحل اللي موجود في العشرية الأولى هو بوتر العشرية الأولى فقط بيعمل خلافات وسؤتفاهم وتقلب بالمزاج وممكن يعمل مشاكل حتى ما بين الأحبة أو اتهامات أو انتهاء علاقة ما بينهم ولكن موليد العشرية الثاني والثالثة الأجواء إيجابية ودعم لإلكم بقوة وبتعمل تقارب جيد ما بينكم وبين الأحبة أو ما بينكم بين الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل فهو ممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن بدكوا تنتبهوا على صحتكم من بعض التقلبات وما تهملوا أعمالكم بالنسبة للبيت السابع العلاقات جيدة ما بينكم بين الشركاء شركاء المال والعاطفة أو ما بينكم بين الأزواج بشكل جيد وممكن تحلوا بعض المسائل اليوم أو تتراجعوا عن قرار سابق أو تحمل فترة مصالحة أو اتفاق بالنسبة للبيت الثامن فبنرجع على الأمور المالية فبنجد أن موليد العشرية الأولى بدهم يحذروا من مفاجأة يا إيجابية يا سلبية على مستوى الأمور المالية أو الشؤون المالية خلال هذا اليوم أو تطور معين وموليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من تهور بتوقيع أوراق أو تصرف بالأمور المالية فممكن يصرفوا أموال ما بتعودلهم يعني هم مؤتمنين عليها أو أموال لأشخاص هم بيشتغلوا من خلالها بدهم ينتبهوا من هذه النقطة الأجواء المالية شوي بدها حذر بالنسبة للبيت التاسع طبعا اليوم اللي بيتقدم لإمتحان أو مقابلة بدهوا يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ابحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما بتكثر الإنشغالات الإدارية حاذر من المتاعب الصحية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة منقولك لا تجازف ولا تغامر لا تخالف القوانين لا تدخل بأشياء مشبوهة حاول أنك تضبط عصابك قدر الإمكان وما تتهور يعني بمعنى آخر ما تشويه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتسعد بلقاء بعض الأصدقاء وممكن اليوم يكون حافل بمناسبات معينة أو لقاءات معينة أما بالنسبة لبيتك 11 بيتك 12 عفوا الأجواء على مستوى بيت المتاعب بتقول لك دير بالك على صحتك ما تهملها ودير بالك من الوسواس والقلق هذول الأشياء رح تتراكم عندك اليوم وممكن صحة أحد الأحبة هي اللي تكون بحاجة للرقابة والمتابعة برج العقرب طبعا ما زال القمر موجود في بيت هو لا يعتبر المقابل لكم يعني في الجوزاء فلسه يوم الأجواء بتصير أحسن فهذا اليوم برضو روتيني تقريبا كل الضغط هو على الأمور المالية أكثر بتحس بطاقتك اليوم أو انفعالاتك أو سوء التفاهم موارد فحاول تضبط أعصابك قدر الإمكان ما في داعي لأي حدية بالطباع عدوك أو خصمك بالفترة هاي أقوى منك فحاول ضبط أعصابك قدر الإمكان بالنسبة للبيت الثاني الأجواء هنا بتركز على الأمور المالية ممكن تفتح لك بعض المساعدات أو الدعم أو الإنجازات خلال هذا اليوم ممكن تحصل أهدية معينة أو مثلا من عمل إضافي أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك بالنسبة للبيت الثالث الأجواء هنا بتركز على الاتصالات والحوارات والنقاشات والامتحانات الأجواء ضاغطة جدا أنت به أثناء قيادتك للسيارة حاول تكون واضح في كلامك عشان ما تنفهم بشكل سلبي أو شكل غلط برضو في نفس اللحظة ما تدخل في شؤون غيرك برضو ممكن اليوم يكون لك تعامل ما بينك وبين أخ أو جار بشكل حاد دير بالك بالنسبة للبيت الرابع الأجواء هنا بتركز على البيت بشكل كبير وممكن تنجز بعض الأعمال المنزلية أو اهتمامات العائلية أو ترتبات لوضع ما إلى علاقة بالبيت موليد العاشرية الأولى أكثر الناس اللي بدون ينتبهوا من مشاكل أو خلافات أو سوء تفاهم إلى علاقة بالبيت بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي تقريبا تحمل سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حوار حاد ما بينك وبين أحد الأحبة بتجد أنه ما عندك الحرارة بالعواطف يعني حرارة العاطفي عندك باردة شوي يعني بنقصها الحرارة أو طريقة التواصل للحارة بينك وبين الحبيب ممكن بسبب الضغوط أو الأجواء بتركها اليوم ممكن تتحسن الأجواء بشكل أفضل وأقوى لا إلك بل لكن إجمالا ممكن يكون لك تعامل ما بينك وبين أحد الأبناء أو ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على العمل بتركز على أمور إلها علاقة بالصحة ممكن تنشط في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل والصحة ركز عليها بشكل كبير ما تهملها ممكن تحقق إنجازات أو تقدم لوظيفة أو العمل ما الأجواء بتدعمك بالنسبة للبيت السابع الأجواء هنا بتركز على بيت الشراكي وعلاقتك بشركاء المال والعاطفة حاول إنك تنتبه من بعض المفاجآت وخصوصا موليد العشرية الأولى من مفاجآت بتيجي بشكل مفاجئ إيجابية أو سلبية أو سوء تفاهم أو تعامل سلبي صير أو خلاف ما بينك وبين الشريك وبرضو موليد العشرية الثالثة بدون تنتبه من التهور أو العصبية أثناء الحوار أو أثناء النقاش بالنسبة لبيتك الثامن طبعا القمر موجود فيه فهو أنا من قلكم أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة سارع لا ترتيب أوراقك وملفاتك بتحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة لا تبقى وحيد ولا تتقوقع على نفسك شارك في كل نشاطات وبادر في تصحيح الأخطاء أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء سلبية ممكن تتلقى اتصال يعني صعب عليك أو ما تتوقعه ما تمشي الأمور معك مثل ما بدك فشوي بدك ترتب أمورك بشكل جيد ممكن تنضغط بمسائل إلها علاقة بالسفر أو التحركات يعني بدها ترتيب معك أنا بنصح إذا عندك سفر أو اهتمامات أو اتصالات مهمة وهذا أجلها ليوم لحين وصول القمر لبرج السرطان بيكون أفضل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة هنا بنقول إنها شوي بتقول لك إنه الأجواء جيدة ودعميتك يعني سمعتك محمية لكن ما تتأخر عن دوامك وما تدخل بخلافات ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل نظم شؤونك والواجبات اللي عليك على أكمل وجه أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتعمل خلاف أو صدام ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو الأصحاب ممكن سوء تفاهم ممكن تدخله في شؤونك وممكن إنه يعني شيء بسبب خلاف ما بينكم ضبط الأعصاب مطلوب قدر الإمكان أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتقول لك إنه الأجواء جيدة على المستوى الصحي والنفسي فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم ممكن تنجز بصحة أحد الأحبة أو مسائل استشفائية أو ممكن تغذية أو أشياء من هذا القبيل برج القوس طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك شوي بتشعروا ببعض الضغط بنال منكم خلال هذا اليوم ممكن للفترة هاي تحمل يعني ضغط على الأعصاب أو توتر لأنه شوي طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك بتشكل لك نوع من أنواع التوتر إما على الشكل الصحي أو على علاقتك مع الشريك خلال هذا اليوم فبدك تتراقب الأمرين طاقتك ضعيفة وفي نفس اللحظة أنت بحاجة إلى الهدوء بالنسبة للبيت الثاني الأجواء يعني بتحمل نوع من أنواع الإيجابية لموليد العشرية الأولى والثانية على المستوى المالي فممكن يحققوا بعض المكاسب على المستوى المالي ولكن المصاريف بتزيد بشكل أكثر أما بالنسبة لموليد العشرية الثالثة فالأمور جيدة جدا على مستوى كل الأمور المالية بالنسبة للبيت الثالث لا إلك الأجواء تقريبا موليد العشرية الأولى هم أكثر ناس متضررين بالتسرع والأفكار السودة أو الانضغاط أو التهور أو الحدية بالطباعة هذول اللي بدهم يضبطوا عصابهم أكثر إشي وينتبهوا أثناء تقديمهم لامتحناتهم العشرية الثانية وثالثة بيستفيدوا في أمور المناقشات والحوارات والامتحنات وعندهم قدرة على الإقناع عالي جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي أنه فيها بعض الإيجابية والتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة إلا أنه أنت برضو ما تتخلف عن تأدية واجباتك وحاول أنك أنت تتقرب ما بينك وبين أفراد العائلة بشكل كبير وما تهمل واجباتك العائلية بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي أمورك جيدة جدا إلى الحب والتواصل مع الحبيب أو الأحبة أو أحد الأبناء أو حتى على المسائل الفكرية والعاطفية جيدة حاولت برضو تستغلها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل الموليد العشرية الأولى أكثر ناس عندهم مفاجآت يا إيجابية سلبية على مستوى العمل فبدهم يكونوا حذرين على حسب أداءك ممكن تحصل خلال هذا اليوم وممكن يعني الأجواء السلبية تكون ضغطة أكثر أنا شايف من الإيجابية موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من التهور في إنجاز بعض الملفات اللي ممكن يكون فيها بعض الأخطاء أما بالنسبة للعشرية الثانية فالأجواء إيجابية ودعم لإلكم وفرصة مناسبة لتقديم لوظائف أو للاهتمام بمساء العمل أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي هذه فترة شوي فيها نوع من أنواع صعوبة زي ما حكينا لأن القمر مقابلك تماما فبتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات بتعيش لحظات صعبة ومحرجة ممكن تعاكسك الظروف وممكن تظهر معاكسات كبيرة من أصعب أيام الشهر أهم شيء أنك ما تخالف القوانين ولا تكون ساخر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور المالية المشتركة شوي ممكن تتحمل بعض المتابعات أو المسائلات أو يعاتبوك بعض الشركاء بالمال أو ممكن تتعرض لبعض المسائلات فحاول أنك تضبط على صابق قدر الإمكان وما فيه داعي لأنك تتهور وتصرف الفلوس بدون حساب أو توقع لأوراق بدون دراسة بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة اليوم على مستوى السفر والاتصال مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل لها علاقة ببعض المسائل امتحانات مقابلات مناقشات سفر كلها أجواء إيجابية بالنسبة للبيت العاشر طبعا على مستوى بيت السمعة نقول لك لا تجازف ولا تغامر ولا تخالف القوانين ولا تشوه سمعتك بأي تصرف مهما كانت الظروف خلي علاقتك جيدة مع رؤسائك وزملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتدعمك اجتماعيا فبتعزز علاقتك بشكل قوي ما بينك وبين الأصدقاء وفي منك رح يوطد العلاقة بشكل قوي ما بينه وبين أصدقاءه ممكن يبادر أحد الأصدقاء بمساعدتك بمسألة ما أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا شوي بيتك 12 عفوا بيت المتاعب بيضغطك بشكل كبير فبدك تنتبه على صحتك وتنتبه على عملك وممكن تحمل الفترة هاي قلق على صحة أحد الأحبة برج الجدي طبعا الأجواء زي ما حكينا في حلقة الأمس أن القمر صار موجود في البيت السادس في الجوزاء فهذا الإشي شوي خليكوا تهتموا بمسائل إلها علاقة بالعمل أكثر أو بالأمور الصحية أكثر تدخل في مرحلة زي من الارتباك أو الأفكار أو هيك التوتر ممكن تهتم الفترة هاي بس تركز على أصدقاء زملاء أشخاص إلك مصالح معاهم بالنسبة للبيت الثاني الأجواء هنا بتركز على الأمور المالية ولكن موليد العشرية الأولى بدون ينتبهوا من المصاريف لزيادة أو الدفعات أو الارتباكات المالية باقي ممكن تحصلوا بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تدعمكم على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل بشكل جيد ولكن انتبهوا من سوء تفاهم أو من عصبية أو حدية ما تبالغوا في اندفاعك أو تهورك أو عصبيتك ممكن تنشطوا بكثير من التحركات اليوم ولكن إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت تقريبا إيجابية بتحمل بعض الإيجابية وبعض الأمور اللي بتدعم العلاقة ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض المشتريات أو الترتيبات بشكل جيد خلال هذا اليوم وممكن تهتم بمسألة عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا متوترة تحمل نوع من أنواع القلق وخصوصا لموليد العشرية الأولى الأجواء ضاغط عليهم في سوء تفاهم في أشياء مفاجئة إما إيجابية أو سلبية بتصير ما بينهم وبين الأحباب ضبط الأعصاب مطلوب بالنسبة للعشرية الثالثة بدون ينتبهوا من ملذاتهم واندفعهم وتهورهم بشكل كبير أثناء تعاملهم مع الأحبة برضو العصبية ما في الهداعي أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء هون بنقولكم وصنوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي باكر لعملك وترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة فالأمور ضاغطة تحمل توتر أو قلق على مستوى الشريك أو علاقتك بالزوج أو الزوجة سوء تفاهم أو حدية بالطباع ضبط العصاب برضو مطلوب ما في داعي أن تصعدوا الأمور بشكل سلبي بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى أو على مسائل الأموال المشتركة ممكن تحل قضية مالية أو تطالب بمساعدات أو بقروض أو ترتب وضع مالي معين أو تعالج مسألة مالية معينة الأجواء جيدة ودعملة إلك بالنسبة للبيت تاسع الأجواء ضاغط على مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تحمل لك خبر شوي مزعج أو توترك أو تشكل لك نوع من أنواع القلق أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة بتدعمك بقوة ممكن تعزز علاقاتك مع رؤسائك بالعمل أو زملائك بالعمل وممكن تعالج مسائل كان صعب أنك تعالجها بالفترة الماضية الفرصة جيدة لتقديم طلبات التوظيف والمقابلات أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى العلاقات الاجتماعية ولكن ممكن تحمل لك سوء تفاهم بينك وبين أحد الأصدقاء ضبط الأعصاب مطلوب وما في داعي أنك تصعد الخلاف أو سوء التفاهم أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالأجواء جيدة بتدعمك على المستوى الصحي والمستوى النفسي ولكن ممكن يكون في قلق على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا اليوم الأجواء قوية برضو لصالحك دعملة إلك بشكل كبير ولكن موليد العشري الأولى هم أكثر ناس بدهم يحذروا اليوم من المفاجآت وخصوصا على المستوى العاطفي بشكل كبير وعلى مستوى أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للإنفعال ولا التهور أما بالنسبة إجمالا لموليد برج الدلو الأجواء إيجابية خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الثاني الأجواء هنا بتركز على أمور الأموال اللي ممكن تحصلوها من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم موليد العشرية الأولى وموليد العشرية الثالثة هم أكثر المستفيدين ماليا خلال فترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الامتحانات والمناقشات والتنقلات والاتصالات والإقناع سرعة البديهة اليوم ممكن تنقذكم من كثير مواقف نشطين جدا إذا كان عندك امتحان رح تقدم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فبتكوا تحذروا موليد العشرية الأولى من برج الدلو من بعض المشاكل اللي ممكن تيجي على مستوى المنزل أو خلافات أو شيء بشكل مفاجئ بل لكن أنا بشايف أن أمور ممكن تكون شوي فيها سلبية أو حدية بالطباع أو خلافات منزلية وعائلية أما بالنسبة للعشرية الثالثة فممكن يكون في بعض العصبية والتهور أو القرارات الارتجالية ضبط الأعصاب مطلوب إجمالا الوضع على البيت بتطلب منك أنك تهتم بكل التفاصيل وتحاول أنك تدقق بكل الواجبات اللي عليك وما تهمل واجباتك العائلية والمنزلية بالنسبة للبيت الخامس طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح خلال هذا اليوم لكن ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك ممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك فحاول أنك تكون شاكر لإله وما تنسى رد الجميل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل بجد أنا أنه شوي ممكن تتخلف عن عملك أو تتقاعص أو تتغيب أو تتهرب عن بعض الأعمال حاول أنك تنجز أعمالك ولو كثرت وحاول أنك تهتم برضو بشؤونك الصحية بالنسبة للبيت السابع الأجواء على مستوى بيت الشراكة تقريبا نقدر نحكي أنها ما زالت فيها نوع من أنواع التوتر إلا أنها أسهل من الأيام الماضية بتحمل اليوم مصالحة أو تقارب بشكل جيد ما بينك وبين الشريك بالعاطفي أو الزوج الزوجي أو شريك العمل بالنسبة للبيت الثامن بنحذر من أي توقيع على أوراق أو اتخاذ قرارات مرتجة لليوم بدون ما تراجعها وتدقق بتفاصيلها بشكل كبير وخصوصا إذا كانت أمور مالية ما تتهور نهائيا وحاول أنك تضبط مصريفك بشكل جيد بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل وعلى مستوى السفر وأوراق ممكن بتنتظرها أو اتصالات خارجية الأجواء برضو بتدعمك بقوة وممكن تعزز علاقاتك مع أشخاص أجانب أو حتى على مستوى زملاء جامعة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتركز على بيت السمعة فما نقول لك لا تجازف ولا تغامر ولا تشوه سمعتك حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان وحاول أنك ما تندفع وتتهور أثناء تعاملك مع رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بإيجابية جدا على المستوى الاجتماعي فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء الأجواء إيجابية وبتدعمك بشكل كبير وممكن تحقق إنجازات رائعة أما بالنسبة لبيت المتاعب لا تهمل صحتك صحيح الأجواء إيجابية وخصوصا على مواليد العشرية الثالثة ولكن العشرية الأولى والثانية من قولهم لا تهملوا صحتكم وممكن شوي صحة أحد الأحبة تكون مربكة تطلب منكم الاهتمام أو تقلقوا عليهم برج الحوت طبعا ما زال القمر موجود في البيت الرابع اللي بشكل زاوية تربيع معاكم فعشان هيك بتشعر بنوع من أنواع التوتر والقلق أو الاهتمامات الكبيرة بتصب خلال هذا اليوم على البيت أو على العائلة أو على أحد أفراد العائلة بشكل كبير يعني شوي الوضع عندك مربك بيحمل نوع من أنواع القلق والتوتر بالنسبة للبيت الثاني لأجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي اليوم تحمل فرص مالية أو حلول مالية أو معالجة بعض المسائل المالية ولكن الأهم أنك تقلل من المصاريف رغم أني أنا شايف أنك أنت ضابط الأمور المالية إلا أنه بتوجب علي تحذيرك أما بالنسبة للبيت الثالث في الأجواء هنا شوي بتخلي مزاجك متقلب يعني موليد العشرية الأولى بدهم يحذروا من المفاجآت اللي ممكن تصير أو الإنفعلات أو الأخبار اللي ممكن تكون مش جيدة لهم بدهم ينتبهوا بشكل جيد موليد العشرية الثالثة برضو هدولا بدهم يضبطوا عصابهم من الاندفاع والتهور والحوارات الجارحة أو الكلام الجارح الاندفاع أثناء قيادة السيارة يعني بدك تضبط أعصابك ما في داعي اليوم للحدية بالطباع وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بتنهمكوا بأمور اللي هصلها بالبيت والعائلة حاول أنك تخصص وقت مهم للعائلة ولشؤونك الخاصة ما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك أما بالنسبة للبيت الخامس لا إلك فما زالت الأجواء العاطفية عندك ضاغطة فيها نوع من أنواع الفتور أو فيها نوع من أنواع الإرباك حاول قدر الإمكان إنك تمشي اليوم هذا كمان على خير لحديثنا القمر يوصل لبرج السرطان بتلاقي الأمور العاطفية صارت أكبر وممكن اهتمام الأحبة يصير أكبر عشان هيك ما توجه اللوم للحبيب ما بتعرف الظروف عنده أي شيء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا جيدة جدا وبتدعمك بقوة على مستوى العمل على مستوى الصحة الفترة هاي ممتازة وبتدعم من علاقتك ما بينك وبين زملائك بالعمل ورؤسائك بالعمل الأجواء ممتازة ودعملة إلك بقوة حتى لللي بدي يقدم على طلب التوظيف جيد وعلى المستوى الصحي الأمور في تحسن بالنسبة للبيت السابع الأجواء على مستوى بيت الشراكي بتحمل نوع من أنواع القلق أو الخوف على الشريك أو توتر بالعلاقة ما بينك وبين الشريك أو ممكن سوء تفاهم ضبط العصاب مطلوب الأجواء خلال الأيام القادمة ممكن تكون بتحسن أكبر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض المكاسب أو الاهتمامات خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة أو ترتيب قروض أو ديون أو تهتم بالمسائل المالية بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا ضاغطة على مستوى أخبار من خارج البلاد أو تواصل مع جانب أو حتى على مستوى الامتحانات الجامعية أو المقابلات بتطلب منك ما تعتمد على الحضوظ بدك تدرس وتستعد بشكل جيد حاول تجتهد لأن الأجواء ضاغطة على مستوى البيت التاسع بالكامل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتركز على بيت السمعة بشكل جيد علاقاتك ومعارفك ممكن يفيدوك بالفترة هاي بشكل كبير ممكن تحصل بعض الدعم أو بعض العوامل اللي بتساعدك على مستواك الاجتماعي أو منصبك بشكل كبير برضو جيد الفرصة لتقديم طلبات توظيف أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتعزز من علاقاتك ومعارفك ممكن سوء تفاهم أو غضب أو تتحامل على بعض الأشخاص اللي انت بتعرفهم اللي بتقاعصوا بتقديم المساعدة لإلك في هاي الظروف أو بهاي الأوضاع اللي انت فيها اللي انت بحاجة أنك انت أي شخص يكون جنبك فممكن يخيب أملك في بعض الناس أو بعض المعارف حاول قدر الإمكان أنك تضبط عصابك مواليد العشرية الثالثة ممكن ينشطوا اجتماعيا أو بلقاءات جديدة أو معارف جدد أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء مواليد العشرية الأولى بدهم ينتبهوا من خلاف أو نقاش أو حوار أو تهور أو دخول في أماكن مجهولة وبدهم ينتبهوا من أشخاص بك يدولهم بالخفاء أما مواليد العشرية الثانية والثالثة فأجواءهم جيدة ولكن ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء